منذ عشرات السنين ومناطق جنوبية الفلوجة في محافظة الأنبار تشكو إهمالا حكوميا وانعداما كاملا للخدمات فهذا حي الجولان في مدينة الفلوجة يشكو سكانه من انتشار المياه الأسنة والنفايات داخل شوارعه الرئيسية وأزقته الداخلية احنا بهالمنطقة صار بالسبعين سناني مناني بنيلة ما صارت عجوز نفس الحالة نفس هالحالة هالسيانة وهالجيفة وهالجرياضيات قامت فيه علينا والأمراضي هاي جهلانة ما تقدر تطلع الله شاهده ورقيب غرق حي الجولان في الفلوجة وتخاذل المسؤولين عن معالجة مأساة حي بأكمله دفع السكان إلى ترك بيوتهم ولسيما مع حادثة غرق طفل بمياه الصرف الصحي في الحي عندنا ايه هذا الجيران؟ الله شاهد طلع حتى من المنطقة يعني عافغة راضة موجودة جواب البيت من قبل ما وصلت المي جاي تشوفها السعينة واصل حد الباب ولولا انه حاطين شسمه كان انطمر البيت المي فمن شفت المي هيتشي قد خلى اروح افتح ساقه منها حتى تودع عن منه ولات والله ما قال لما اسمع الجهالة ايه صيحون هذا ولد غرق هذا ولد غرق ايه عادية تاني ركضوا وشارجيه علي وطلع من اللي اسمه قدنا تجمين بالعالمين وابا قدنا نعا السيطرية والباحة شرابت علات وصليت هي القصة الكاملة اذا لحي الجولان تعكس الحال الذي تصبح وتمسي عليه مدينة الفلوجة وبقية مدن الانبار وسط صمت حكومي عن معالجة هذه المأساة المستمرة منذ سنوات دون حلول تنقذ السكان من ازمة صحية وبئية وانسانية اشتركوا في القناة